اشتركوا في القناة حسب مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة الى مواجهة ارتفاع تكاليف اللحم الحبراء وقال بيتاس في ندوته الصحفي الاسبوعية ان هذا الاجراء يهدف لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحم الابقار وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلدنا وارتفاع اصعار اعلاف الماشية اثر ارتفاع الاصعار العالمية وكذا الزيادة في تكاليف انتاج اللحم الحبراء مما ادى الى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح ويهدف هذا المشروع الى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح اشار بيتاس لان المستوردين وجدوا صعوبة في الحصول على ابقار جستجيبوا للشروط التي حددها مرسوم سابق للحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد للابقار التي تفوق 500 كيلوغرام مما جعل الحكومة تحذب هذا الصرط وتحين مرسومها لتشجيع المستوردين على تزويد الصوق المحلية بما تحتاجه من اللحوم الحمراء كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة